مرحبا بكم أعزائي الطالب في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصف الثاني متوسط درست اليوم اليونت الخامس الدرس الأول عنوان الدرس الطرق القديمة في إرسال المعلومات موجودة صفحة 47 من كتاب الطالب حاول تفتح كتاب الطالب كتاب إنشاطه تتبع وهي يتأشر المعلومات اللي راح نطلعها وتكتبها بالدفتر لعلمي الممكن تجيك بالامتحان الشهري قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي فيسبوك للصف الثاني المدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة ثانية متوسط كذلك يتم نشر صور المنزمة عبر بيجي فيسبوك للصف الثاني المدرس اللغة الإنجليزية أما ما كنبيع المنزمة الموضحين بالرابط الموجودة أسفل الفيديو في الوصف نبدأ بالدرس بصفحة 47 من كتاب الطالب مكتوب أعلى الصفحة Old ways of sending information طرق قديمة لرسال المعلومات أسفلها منطيني مجموعة من الصور والكلمات شي يطلب من عندي يقول لي read and use photographs to work out the meaning of the words from the box اقرأ هذه النصوص اللي منطيني اياها أسفل الصور to work out the meaning لتكتشف أو لتعرف معاني the words from the box لتعرف معاني الكلمات المعطات في الصندوق إذن هنا منطيني مجموعة من الكلمات يطلب من عندي أني أعرف معانيهم من خلال الشرح اللي منطينيها والصور اللي بأسفلهم فرح نقرأ النص نوضح مفرداته ونحاول نكتب معاني الكلمات لأن ذن الكلمات يجب حفظ معانيها لأن رح تفيدني بسؤال الإسقاطات اللي رح نوضح إن شاء الله الدقاق القادمة لذلك حاولت أشر وياي المعلومات المهمة اللي رح نأشرها الترجم وياي المقاطع النصية وبعدها رح نعرف من خلال هذه المقاطع النصية معاني هاي الكلمات اللي منطينيها نوبر وان أولا يقول لي انذا عرب وعل في العالم العربي من يوز تورايد فور آورز اعتاد الناس على أن يقودوا أو يركبوا الأحصنة لساعات شوف هنا منطيني يوستو احنا بالكاس الأول أخذنا يوستو معناها اعتاد على وعربنا أن يجي بعد يوستو فعل مجرد فيوستو رايد اعتاد على أن يركبوا أو اعتادوا على أن يركبوا رايد هي الفعل المجرد فور آورز يركبوا الأحصنة لساعات كاريينج مسيجز حاملين رسائل عندما يتعب أحد الأحصنة يجلبوا حيوان أو حصان آخر هذه الخدمة خدمة إرسال الرسائل بدأت في عام ستمائة وسبعين وكانت تدعى بالبريد هنا من خلال هذا الشرح ومن خلال الصورة اللي منطينيها راح أعرف أن كلمة خورس معناها حصان إذن مثل ما طلب من عندي يقول لي أقرأ النص وحاول تكتشف معاني الكلمات اللي منطينيها بداخل الصندوق هاي أول كلمة عرفنا معناها الصورة الثانية يقول اللي people use to build lighthouses أعتاد الناس على أن يبنوا lighthouses lighthouses مثل ما هو موضح بالصورة هي المنارات near the sea بالقرب من البحر the lighthouses won't ships of dangers هذه المنارات تحذر السفن من الخطر إذن من خلال الشرح ومن خلال الصورة عرفنا أن كلمة lighthouses معناها منارة فأكتف فوقها المعنى المناسب إلها بعدها picture number three الصورة الثالثة نقول لي people use to send messages أعتاد الناس على أن يرسلوا الرسائل using flags باستخدام الأعلام إذن من خلال كلمة flag والصور اللي منطينيها عرفت أن كلمة flag معناها علم فأكتف فوقها علم الصورة اللي بعدها in parts of Africa في بعض مناطق أفريقيا people used to use drums اعتاد الناس على أن يستخدموا الطبول to send messages لرسال الرسائل كذلك عرفنا كلمة drum معناها طبل فأكتف فوقها طبل اللي بعدها indigenous Americans used to light fires on the tops of mountains الأمريكيين الأصليين أو سكان أمريكا الأصليين اعتادوا على أن يشعلوا النيران on the tops of mountains على قمم الجبال and send messages ويرسلوا رسائل using smoke signals باستخدام إشارات دخانية نلاحظ من خلال الصورة أنه ذول الناس واقفين على قمة جبل ويقومون برسال إشارات دخانية إذن عرفت أن كلمة signal معناها إشارة وسموك معناها دخان أعرفنا كلمتين من خلال هذا الشرح الصورة السادسة picture number six people used to use pigeons اعتاد الناس على أن يستخدموا الحمام pigeons معناها الحمام to carry messages لكي يحملوا الرسائل from Egypt to Syria من مصر إلى سوريا a good pigeons could fly from Cairo to Damascus الحمام الجيد من الممكن أن يطير من القاهرة إلى دمشق without stopping بدون توقف كذلك من خلال الصورة ومن خلال هذا الشرح أعرفت أن كلمة pigeons معناها حمام إذن عرفنا معاني الكلمات من خلال قراءتنا للنص ومن خلال ملاحظتنا للصور هنا نوضح أمرين الأمر الأول مثل ما وضحنا بدأت الدرس أنه لازم نعرف معاني هذه الكلمات ليش أستاذ لأن هذه الجملة التي قرناها من الممكن أن يجنب الامتحان بسؤال الإسقاطات لازم الطالب يعرف كل بلد من هذه البلدان الأداة التي كانوا يستخدموها في إرسال واستقبال المعلومات يعني مثلا من الممكن أن يجيبها بالامتحان يقول لي من الممكن أن يجيب لي مثال آخر يقول لي اعتاد الناس على أن يبنوا فراغ لازم يعرف أن البناء بالقرب من البحر هي بناء المنارات أو يقول لي أعتاد الناس على أن يرسلوا رسال باستخدام فراغ لازم يعرف أن الطالب أن الكلمة المناسبة لهذا الفراغ هي كلمة فلاك وهكذا في بعض مناطق أفريقيا لازم أعرف أن في أفريقيا ما يستخدمون People used to use فراغ اعتاد الناس على أن يستخدموا فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ في أفريقيا يستخدمون أو الناس كانوا يستخدمون الـ drum's الطبول إذن من خلال معاني ذن الكلمات لازم أعرف أن من الممكن أن يجني بالسؤال الإسقاطات ينطين ذن الكلمات التي أشرناها بفراغات والكلمات ينطين إياها بعلى تمريم ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب هذا الفقرة الأولى فقرة الثانية هذا النشاط يعتبر نشاط لتطوير مهارة القراءة فهنان عدد ست جمل الاستاذ رح يختار ست طلاب يقرون هذه الجمل على وقت يطور من مهارة القراءة عدهم فحاولوا يدربون نفسكم على قراءة هذه الجمل بعد بأسفلها يقول لي now talk about the questions الآن تحدث عن هذه الأسئلة منطيني مجموعة من الأسئلة يقول لي حاول تجاوب على هذه الأسئلة شنية الأسئلة السؤال الأول يقول لي when was the best time to use lighthouses ما هو أو متى هو أفضل وقت لاستخدام اللايتهاوسز قلنا لايتهاوسز معناها المنارات day or night في الصباح أم في الليل why ولماذا هنا نحن نعرف أن المنارة تقوم بإرسال إشارات ضوئية الإشارة الضوئية ما رح تبين بالنهار فرح تبين فقط في الليل إذن الوقت الأمثل لاستخدام المنارة هو في الليل ليش because the light will be clear لأن الضوء اللي رح يصدر من هذه المنارة رح يكون أوضح إذن أقول لي night استخدام في الليل because the light is clearer at night لأن الضوء في الليل أكثر وضوحا سؤال الثاني how did pigeons know where to take their messages كيف يمكن للبيجنز الحمام أن يعرفوا مكان أين يأخذون الرسائل الحمامة هذا الطائر إشلون يعرف المكان اللي رح يأخذ إلى رسالته إحنا نعرف أن المسافرين في السابق لما يسافرون كانوا يأخذون وياهم الحمام فأثناء سفرهم من الممكن أن يحتاجون شيء أو يردون يوصلون رسالة فيرسلون هذا الحمام إذن هو الحمام شغلته أنه فقط يوصل الرسائل للبيت اللي تربى بي اللي موجود به فهو يعرف طريق العودة أما أستخدم الحمام لإرسال رسالة إلى بيت آخر هذا غير ممكن لذلك نقول الحمام فقط يستخدم لإرسال الرسائل لموطنها للمكان اللي تربت به which of these methods was far out the pastest يا هي يا طريقة من ظن الطرق الستة اللي مطانياهن هي الأسرع ويا هي الأسرع ويا هي الأبطأ ويا هي السيفست الأكثر وأمانا هنا نتأتمد على رأي الطالب فمثلا طالب يقول أنه البيجن الحمام هي الأسرع طالب آخر يقول أن المنارة هي الأسرع طالب آخر يقول الحصان هو الأسرع كل واحد يوضح وجهة نظرة فمثلا أنا أقول أعتقد بأنه أسرع طريقة هي الحمام ليش لأنها تطير أسرع وتقطع مسافة أطول أبطأ طريقة هي الأحصنة لأن الأحصنة لازم تأخذ استراحة بين فترة وفترة ونعرف أنه هي أبطأ من الحمام وبعد أكثر أمانا أكثر طريقة أمانا من بين هاي الطرق هي يقول لك كم عدد الطرق الحديثة التي يمكنك أن تفكر فيها هذين الطرق كلهم طرق قديمة وبعد أغلبهم ما حد يستخدمهن زين هس الطرق الحديثة في إرسال واستقبال معلومات شنو شم واحدة تقدر تعدد نقدر نعدده واي مثلا الانترنت الموبايل الكمبيوتر إلى آخر نيوز بيبرز جرائد المجلات الراديو التيفي تلفاز إلى آخرية أدنى كل شوهاي طرق في إرسال واستقبال معلومات أذكر من أدهم انترنت ايميال فون تيفي راديو إلى آخر هذا ما يخص هاي السئلة طبعا ذنني السئلة تعتبر كنشاط صفي تحضير يومي غير مهمة بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي وإنما فقط كتحضير يومي الطالب يتدرب عليها على موض يروح محظر للدرس بعد ما خلصنا كتاب الطالب ننتقل إلى كتاب النشاط وذكرت آخر قبل دقائق أنه من الممكن أن يجينا على شكل إسقاطات ووضحت لكم أن ذنية الجمعة اللي بكتاب الطالب أنه من الممكن أن يجينا على شكل إسقاطات وكذلك هذا التمرين يعتبر تمرين مهم جدا ومن الممكن أن يجينا على شكل إسقاطات فحاول الترجم ويايا وتعرف معاني الكلمات على مو تقدر تسقطها بالفراغ المناسب فمثلا أدي كلمة دماسكس معناها دمشق هاي نعرفها أخذناها قبل دقائق درامز معناها طبول كذلك أخذناها لايتهاوسز معناها منارات تيجنز معناها حمام وسيجنز معناها إشارات أغلب من الكلمات أخذناهم بكتاب الطالب وقالنا لازم نحفظ معانيهم هنا أنا راح تفيدني معانيهم فالجملة الأولى يقول لي في أفريقيا الناس كانت تستخدم فراغ لإرسال الرسال احنا ذكرنا بأفريقيا شكانوا يستخدمون كانوا يستخدمون الطبول إذن أقول لي درامز نعرف أن كلمة capital معناها عاصمة عاصمة سيريا هي فراغ شن عاصمة سوريا هي دمشق فأقول دامسكس ثالثا فراغ فراغ يحذر السفن من الخطر شنو اللي يحذر السفن من الخطر كلمة lighthouses lighthouses هي المنارات رابعا smoke فراغ can send messages الفراغ الدخانية يمكن استخدامها في رسال الرسال شنو يكلم المناسق الفراغ كلمة signals الإشارات الدخانية تستخدم في رسال الرسال الأخيرة فراغ can fly from Cairo to Damascus فراغ يمكن أن يطير من القاهرة إلى دمشق شنو هذا الشيء اللي يقدر يطير من القاهرة إلى دمشق إنه هي البيجنز الحمام فأكتب هذا كل ما يخص تمرين رقم واحد تمرين مهم جداً حاول تكتبوه بالدفتر وتحفظوه لأنه ممكن يجيني بالامتحان الشهري على شكل أسقاط ننتقل إلى التمرين الثاني يقول لي I used to ride a bicycle اعتدت على أن أقود البايسيكل But now I don't لكن الآن أنا لا أفعل لا أقود البايسيكل Because I had an accident لأني عملت حادثاً هنا من خلال هذا المثال عرفت أنه دي راجع لموضوع أنا أخذته بالكورس الأول اللي هو موضوع اليوستو اليوستو معناها اعتاد على إذا تذكرون جملة اليوستو تكون بالطريقة التالية عبارة عن فاعل زائداً used to اعتاد على زائداً فعل مجرد أخذناها سابقاً بالكورس الأول هذه الجملة الأولى زائداً تكملة ومن ثم أخلي but now I don't لكن الآن أنا لا أفعل والجملة الثانية أما جملة بزمن المضارع البسيط أو جملة بزمن الماضي هنانا هو طبعاً مستخدم جملة بزمن الماضي وراها لازم أن تتحدد أن هذه الجملة بزمن المضارع لولماضي حسب سياق الحديث شون يعني؟ يعني مثلا walk to school المشي إلى المدرسة أو أمشي إلى المدرسة وبيسيكل بايسيكل اللي هو الدراجة الهوائية نفس الطريقة هسا الجملة الأولى شنو المفروض أقول فاعل هنا عن الفاعل قد يكون I أنا أو قد يكون وي نحن أو قد يكون هي هي إلى آخر هي أي فاعل فأنا أختار الآي أنا أتحدث عن نفسي I زايدا شنو used to I used to أنا أعتدت على أن شنو الفعل المجرد الفعل المجرد من الطينية walk I used to walk اعتدت على أن أسير to school زايدا تكمله إلى المدرسة زايدا شنو but now I don't أخلي but now لكن الآن I don't أنا لا أفعل أنا مدى أمشي بعد المدرسة ليش because لأنه الجملة الثانية أما بالمضارع أو بالماضي هنا عن الحل حسب هو ما ذاكر بالكتاب أنه يجب أن يكون بالمضارع أنا أقول لك أنه تقدر تحلها بالمضارع وتقدر تحلها بالماضي الجملة تحمل أكثر من حل فتقدر تقول I had a bicycle أنا اشتريت bicycle بالسابق buy cycle أو تقدر تقول I have a bicycle أنا الآن أحظى أنا لدي الآن bicycle كلتا الإجابتين صحيحات فهنا أنا قدرت أحل المثال حسب الطلبة من عندي الجملة الأولى باستخدام used حسب القاعدة اللي أنا كتبت لكياها والجملة الثانية أما بالمضارع البسيط أو بالماضي البسيط I had a bicycle حضيت ب bicycle اشتريت bicycle هذا بالماضي أو I have a bicycle أنا لدي bicycle الآن هم أن الإجابة صحيحة فتكون الطريقتين صحيحة فأقول I used to work to school اعتدت على أن أمشي إلى المدرسة but now I don't لكن الآن أنا لا أفعل because I have a bicycle لأني لدي دراجة هواية دراجة هواية الجملة الثانية كذلك في نصف طريقة buy food from small shop أشتري طعام من محل صغير سوبر ماركت ورها صارت سوبر ماركت الجملة الأولى بها قاعدة قاعدة used to شنو قاعدة used to فاعل هنا أنا خلي الفاعل مثلا we أقول we زادا used to we used to زادا فعل مجرد شنو الفعل مجرد اللي منطينيها buy we used to buy food from small shop اعتدنا على أن نشتري طعام من محل صغير but now we don't لكن الآن we don't لكن الآن لا نفعل ذلك ليش؟ لأن صار لدينا سوبر ماركت أقول there is a super market أو تقدر تقول there was a super market هناك فتح محل سابقا أو الآن نفتح محل لبيع الطعام فأقول أو يكون الحل بهذا الطريقة we used to buy food from small shop اعتدنا على أن نشتري طعام من محل صغير but now we don't لكن الآن لا نقعد because there is a super market لأن هناك super market أو محل أسواق في المنطقة الجملة الثالثة بنفس الطريقة use landline phone اعتدنا على أن نستخدم الهاتف هم أقدر أقول I used to زادا فعل مجرد شكرا فعل مجرد use اعتدت على أن أستخدم landline phone الهاتف الأرضي but now نفس الطريقة نعيدها نكملها but now I don't لكن الآن لا أستخدم because لأنه الجملة الثانية mobile phone هم أقدر أقول I have أنا لدي mobile phone هاتف خلوي أو أقدر أقول I had a mobile phone اشتريت mobile لا سلكي إذن كل تالي جابتين صحيحات إذن أقول I used to use landline but now I don't because I have mobile phone اعتدت على أن أستخدم الهاتف الأرضي لكن الآن لا أستخدمه لأنني اشتريت mobile أو لأنني لدي mobile اللي بعدها eat too much أكل الكثير want to get fit أريد أن أصبح رشيقا أن أنا الجملة الأولى بنفس الطريقة بقاعدة used to ش أقول أقول I used to زادا فعل مجرد شننفعل مجرد eat I used to eat too much اعتدت على أن أأكل كثيرا نفس الطريقة but now I don't because لكن العان لا أفعل ما لا أأكله هواي لأنه لأنه شنو الجملة الثانية بنفس الطريقة أما أقول I want أنا أريد to get fit أريد أن أصبح رشيقا أو أقول I wanted بإيدي بإضافة الإيدي لأنني أردت قررت آني سابقا أني أصبح رشيق كل تالي جابتين صحيحات فأقول I used to eat so much but now I don't because I want to get fit الجملة الخامسة Watch TV A lot of homework بنفس الطريقة حاول تحل بنفسك وتتأكد من إجابتك الجملة الأولى شنو I used to زالن في المجرد I used to watch TV اعتدت على أن أشاهد التلفاز but now I don't لكن الآن لا أفعل because I have a lot of homework لدي الكثير من الواجبات البيتية أو أقول I had a lot of homework حصلت على كثير من الواجبات البيتية I used to watch TV but now I don't because I have a lot of homework الجملة اللي بعدها People write letters send emails الناس ترسل الرسائل في السابق والآن كاموا يرسلون emailات بريدة لكتراني أقول People used to write letters اعتاد الناس على أن يكتبوا الرسائل but now they don't لكنهم الآن لا يفعلون لا يفعلون ذلك They send emails الآن يقومون برسال رسائل البريد الإلكتروني هذا كل ما يخص التمرين الثاني تمرين لمراجعة موضوع الـ used to اللي أخذناها سابقا used to معناها اعتادة على أخذناها سابقا بالكرسي الأول وعرفنا استخدامها والقاعدة المتعلقة بيها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى التمرين الثالث والأخير write about getting and sending messages and information follow the plan حاول أن تكتب إنشاء عن استقبال وإرسال المعلومات باتباع هذه الخطة طبعا هذا التمرين يعتبر إنشاء الوحدة الخامسة نحن نعرف أن كل unit بإنشاء متعلق به أو بعض اليونتات أو بعض الوحدات بها أكثر من إنشاء قد يحمل إنشاءا فالإنشاء المتعلق بالوحدة الخامسة هو هذا الإنشاء لذلك هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان الشهري حاولوا تحفظون الإنشاء اللي راح نكتبه أو تقدرون تكتبون أنتوا إنشاء من خلال أفكاركم الخاصة تكتبوها بالدفتر وتحفظوها على المود إذا جاكم بالامتحان تقدرون تجاوبون السؤال المتعلق بالإنشاء فنبدأ بكتابة الطرق الحديثة لإرسال واستقبال المعلومات اللي طلبهم من عندي بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر سهولة من الماضي باستقبال وإرسال المعلومات حيث كان من الصعب على الناس في الماضي لأنهم لم يكنوا يمتلكوا الطرق التي نملكها نحن مثل ما وضحنا بداية الدرس أنه في السابق كانوا يستخدمون الطبول أو الإشارات الدخانية أو الأحصنة في استقبال ورسال المعلومات أما الآن لدينا طرق أكثر وأوسع وأكثر تقنية في إرسال واستقبال المعلومات الآن لدينا الراديوات تيفي، التلفاز، نيوز بيبرز، الجرائد أو المجلات انترنت، الانترنت وكثير من الطرق الأخرى يمكننا الحصول على الكثير من المعلومات على الكثير من المواضيع مثل على سمي مثال weather forecast التنبؤ بالطقص news from other countries أخبار البلدان الأخرى sports events الأحداث الرياضية etc. إلى آخره It becomes easier to communicate with others كذلك أصبح الأمر أسهل أن نتواصل مع الآخرين using phones باستخدام الهواتب or computers or الحواسيب without wasting time as our grandfathers suffer بدون أن نهدر الوقت كما عانى أجدادنا في السابق هذا ما يخص إنشاء الوحدة الخامسة حاولوا تكتبوه بالدفتر وتحوظوه وتكتبوه تلجمته لأنه مهم جدا بامتحان الشهر الأول للفصل الثاني هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم أخذنا بي طرق إرسال المعلومات في السابق وعرفنا أن نذلي كلمات متعلقة بطرق إرسال المعلومات مهمة جدا بالامتحان الشهري من الممكن أن تأتينا على شكل سؤال مفردات إسقاطات أو اختيارات وعرفنا الأنشطة الصفية والأسئلة اللي راح يسأل الأستاذ بداخل الصف وشلون نقدر نجاوب عنه بالإضافة إلى ذلك اطرقنا للإنشاء حاولوا تكتبوه دل المعلومات بالدفتر وتحفظوهن على أمود تكونون أول بأول على تواصل بمعدتكم وتسيطنون عليها إذا أجاكم امتحان الشهر الأول ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحبوهن تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات اللي ظهرت أمانكم في الفيديو في بداية الدارس اشتركوا في القناة